في تطوراتي الوضع بفرنسا تظهر الألاف مساء أمس في عدة مدن فرنسية بمجرد الإعلان عن مصادقة المجلس الدستوري على أهم مجاة في إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل حيث أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيلة للدموع لقمع المتظاهرين فيما عبرت النقابات العمالية والأحزاب السياسية المعارضة عن استيائها من المصادقة ودعا اتلاف النقابات الفرنسية إلى مظاهرات حاشدة في الفاتح ماي المصادف لعيد العمال خاصة بعد صدور مرسوم الإصلاح في الجريدة الرسمية مما يؤكد تفعيله من قبل الرئيس الفرنسي